اقتصاديا دائما اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا انه تم جمع التمويلة اللازمة التي تم الاتفاق بشأنها في جويل 21.2000 لدعم موارد الصندوق الاستئنمي لنمو الحد من الفقر وذلك خلال ندوة صحفية عقدة اليوم بمدينة مراكش المغربية في اطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي واشارت جورجيفا إلى ان اكثر من 40 مساهما قدموا دعم المطلوب بشكل عاجل ثلثهم من الاقتصادات الناشئة بما في ذلك دول في افريقيا مضيفة ان صندوق النقد الدولي نجح مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية في جمع 17 مليار دولار امريكي لموارد قروض الصندوق الاستئنمي للنمو والحد من الفقر كما اشارت المسؤولة الاولى في صندوق النقد الدولي بخصوص القروض دون فوائد الممنوحة من صندوق الاستئنمي للنمو والحد من الفقر الى ان هذه القروض تضاعفت منذ بداية الوباء خمس مرات لتصله لحوالي 30 مليار دولار لفائدة 56 دولة دولة